موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف السابع وأرحب بكم في أول حلقات دراستنا لمادة العلوم اللي هنبدأها إن شاء الله مع موضوع أعضاء النبات موضوعنا النهاردة من المواضيع المميزة جدا لأن إحنا بندرس أهم كائن على وجه الكرة الأرضية يلا بينا نشوف إيه هي المهارات اللي هنتعلمها من خلال دراستنا لموضوع النهاردة هو التعرف على مواضع أعضاء النباتات الزهرية ومعرفة وظائف بمعنى إننا نعرف أعضاء النبات كم لو نسميها وكمان نعرف وظيفة كل عضو بما إننا بندرس مادة العلوم فأكيد طبعا إن إحنا هنقوم بالقيام بالملاحظات الدقيقة ودي مهارة من المهارات المهمة جدا اللي إحنا بنستدعيها تقريبا في دراستنا لكل موضوع وتعالوا بينا دلوقتي نبدأ حلقتنا النهاردة إن شاء الله طبعا النباتات معروف إن هي ليها أشكال وألوان وأحجام مختلفة يا طار هنلاقي إيه دلوقتي مشترك بين كل هذه النباتات بجد إن أول وأهم صفة مشتركة إن كلهم بيتميزوا باللون الأخضر أخد بالي إن النبات اللي أنا بقصده هي أجزاء النبات عموما مش بقصد بيها الزهرة أو الثمرة لأ أنا بقصد أجزاء النبات جمعها معظمها بيكون فعلا لونه أخضر يا طار سبب اللون الأخضر إيه؟ سبب اللون الأخضر إن فيه نوع معين من الصبغات اسمها صبغة الكولوروفيل الصبغة دي مميزة جدا لأنها مش موجودة غير نوعين بس من الكائنات النباتات والتحالب صبغة الكولوروفيل لها دور مهم جدا لأنها بتقوم بامتصاص الطاقة الصادرة من ضوء الشمس وإيه كمان؟ الطاقة اللي بتصدر من ضوء الشمس وبيسبتها الكولوروفيل للونه أخضر بيقوم بعملية مهمة جدا إن شاء الله هنستعرضها مع بعض في الحلقات الجاية وهي عملية البناء الضوئي يبقى نعيد أفكارنا ونقول تاني إن معظم النباتات قلنا لها لون أخضر بسبب إيه؟ بسبب نوع معين من الصبغات اسمها صبغة الكولوروفيل والصبغة دي مهمة جدا لأنها بتنتص الطاقة من ضوء الشمس وبتقوم مع النبات بعملية مهمة جدا اسمها عملية البناء الضوئي العملية دي مهمة ليه؟ لأن من خلالها زي ما بنقول بيقوم النبات بإنتاج الغذاء والأكسوجين وطبعا دي أهم الأشياء اللي بتحتاجها جميع الكائنات الحية وليس الإنسان فقط وما فيش كائن حي يقدر يستغنى أبدا عن الأكسوجين والغذاء اللي بيخزنه النبات في أوراقه من خلال عملية البناء الضوئي بعد كده هندرس مع بعض دلوقتي بما أن الكائنات مهمة أكيد موجودة ومتوفرة في كل مكان على سطح الكرة الأرضية بس السؤال دلوقتي هل يطرى جميعها موجود بنفس الكسافة؟ أنا عيني منين مطروح أكيد طبعا هجد نباتات حوالي إنما النباتات بيختلف زي ما قلنا أشكالها وحجمها وكمان كثفتها يعني بنجد إن في مناطق النباتات فيها بتكون كثيفة وكثيرة جدا وفي المقابل بيكون عندي مناطق أخرى بتكون النباتات فيها قليلة إنما خلينا متفقين إن النباتات موجودة بكثرة على سطح الكرة الأرضية تعالوا دلوقتي معانا الخريطة اللي موجودة معانا اللي تم التقاطها ممكن بالأقمار الصناعية اللي قدرنا نعرف فيها كثافة المناطق النباتية وزي ما احنا متعودين إن دايما بيكون معانا مفتاح الخريطة اللي من خلاله بقدر أفهمها فبجد إن في عندي بعض المناطق موجودة هنا باللون الأغضر إلغام اللي احنا شايفينه هنا اللي موجودة في هذه المناطق وهذه المناطق وهذه المناطق يعني نقدر نقول منطقة خط الاستواء وعندي مناطق تانية بتظهر باللون الأخضر الفاتح بجد هنا متوزدع طبعا في الجزء الشمالي والجنوب من الكرة الأرضية عند مدار السرطان ومدار الجد بينما في أماكن أخرى موجودة باللون البني أو الأصفر وهي موجودة في شمال أفريقيا زي ما احنا شايفين وجزء من قارة أسيا طبعا كل لون من هذه الألوان له دلالة معينة الأخضر الغامق معنى كده إن كسافة النباتات في هذه المنطقة بتكون كثيفة جدا اللي احنا بنطلق عليها منطقة الغابات أما مناطق الأخضر الفاتح فبتكون أراضي ومناطق عشبية يعني بتكون النباتات فيها موجودة إنما على شكل أعشاب ونباتات وليس على شكل غابات كثيفة واللون الأصفر اللي بيظهر عندي أو البني معنى كده إن هي صحراء يعني فيها ندرة بسيطة من النباتات أما اللون الأبيض والأخير اللي بنجده يعني أكثر تركيزا في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية القطب الشمالي وده طبعا بيكون عبارة عن جليد مغطى بطبقة من الجليد بعدما درست توزيع النباتات في سطح الكرة الأرضية نستدعي معانا نفس المهارة وهي قيمنا بالملاحظات وهنا عندي مجموعة من الأسئلة مرتبطة هتوضح لي كتير جدا إذا كنت فهمت الجزء ده ولا لا أول سؤال بيقول لي لماذا هناك مناطق باللون الأخضر الداكن ومناطق أخرى بالأخضر الفاتح عرفنا من خلال دراستنا هنا إن اللون اللي بالأخضر الغامق ده بيدل على أماكن وجود الغابات أما الأخضر الفاتح بيدل على إن النباتات موجودة على شكل مناطق عشبية السؤال التالي بيقول لي وضح الأسباب المحتملة لعدم وجود نباتات كثيرة في المناطق البنية على الخريطة زي ما احنا وقلنا هنا وضح لنا مفتاح الخريطة إن هذه المناطق عبارة عن صحراء ومعلوماتي دايما عن المناطق الصحراوية إنها بتعاني في نضرة المياه يعني المياه فيها بتكون قليلة وطبعا النبات بيعتمد اعتماد كل على مصادر المياه طالما المياه قليلة في الصحراء يبقى النباتات كمان هتكون قليلة هتكون إجابتنا لأنها عبارة عن صحراء حيث قلت المياه وبالتالي قلت النباتات السؤال الأخير اللي مرتبط بالخريطة اللي معانا لا يمكن أن يعيش الحيوان إلا على كوكب الأرض وده بسبب وجود النبات اشرح هذه العبارة استدعي كده اللي احنا قلناه في اللحظات السابقة اللي اتكلمنا فيها عن أهم عملية بيعملها النبات وهي عملية البناء الضوئي اللي من خلالها بينتج الغذاء والأكسوجين لجميع الكائنات الحية وبالفعل وبكده جميع الحيوانات بفصائلها المختلفة فعلا ما تقدرش تعيش إلا بوجود النبات لأن النبات هو اللي بيمدها ويوفر لها الغذاء والأكسوجين وبعض الحالات طبعا بتكون النبات عبارة عن مأوى للحيوانات زي مثلا بعض القروض أو بعض الطيور بتأخذ الأشجار مأوى لها هننتقل دلوقتي الأهم جزء في حلقتنا إننا نعرف مع بعض أعضاء النبات وده موضوع وإسم حلقتنا النهاردة ده نبات كامل وإحنا بنقصد هنا في النباتات اللي هندرسها وهنخصها بدراستنا النباتات الزهرية تعالوا نشوف مع بعض أهم أعضاء النبات ونذكرها ونعرف وظيفة كل منها هنبدأ من أسفل النبات بجد هنا زي ما احنا شايفين مجموعة من الزوائد المتفرعة أسفل الطربة الجزء ده موجود هنا عند الجزء البني أسفل الطربة احنا عارفين زي ما درسنا في صف خامس إن الجزء ده بنسميه الجذور ومن أهم وظائف الجذور هي امتصاص الماء والأملاح المعدنية اللي موجودة فيه الطربة بالإضافة إنه بيقوم بتثبيت النبات فيه الطربة تعالوا نشوف مع بعض العضو التالي العضو التالي هيكون فوق سطح الطربة أول جزء هيقابلني وأول عضو هو الساق الساق من وظيفته إنه هو بيحمل طبعا الأوراق والأظهار فوق سطح الطربة الجزء التالي هيكون معانا الجزء اللي موجود باللون الأخضر وهو طبعا الأوراق وأهم وظيفة بتقوم بها الأوراق هي صنع الغذاء من خلال ضوء الشمس زي ما عرفنا في عملية البناء الضوئي والجزء الأخير اللي بوجود معانا هنا دلوقتي هي الزهرة الزهرة مش بس أشكالها وألوانها جميلة إنما طبعا بيكون ليها وظيفة محددة هنعرفها مع بعض في حلقتنا الجاية وطبعا الأظهار هنا عضو من أعضاء التكاثر في النبات اللي من خلاله بتنتج البزور داخلها داخل الثمرة وبعد كده تنمو لتكون نبات جديد وده إن شاء الله اللي هنستعرضه مع بعض في حلقتنا الجاية يبقى عندي أهم أربع أعضاء الجزر والساق والأوراق والأظهار دلوقتي هنشوف مع بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الجزء طبعا أنا من خلال دراستي ولو أنا أحب هنا إن أتتبع نمو النبات من أول مكان بزرة بعد كده ينبد تكون له جذور ويكون ساق وأوراق لحد مرحلة إن هو يكون زهرة بلاحظ العديد من التغيرات اللي بتحصل على طول النبات ونموه وعدد أوراقه أكيد طبعا تعالوا نشوف هنا أهم سؤال مرتبط معايا بأهم عضوه وهو الجزر يا طار زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي ليه الجزر بيتفرع لتفرعات كثيرة زي ما احنا شايفين في الطربة لسبب مهم جدا زي ما قلنا نابع من وظفته طبعا علشان يثبت النبات داخل الطربة وأيضا يمتص مساح أكبر من الماء طيب دا سؤالنا على الجزء المتعلق تحت الطربة تعالوا بقى نطلع فوق الطربة وهنشوف هنا عندي يا طارئ الأوراق العضو الأكثر أهمية لأنه طبعا زي ما قلنا بيقوم بعملية البناء الضوئي ليه الأوراق النباتات بتتميز إن غالبا كلها بتكون أوراق عريضة وبتكون رقيقة وليست سميكة الإجابة هنا لما أفكر فيها هجد إن الأوراق موجودة بشكل عريض علشان تمتص أكبر كمية من ضوء الشمس ولما تمتص كمية من ضوء الشمس زي ما قلنا تقوم بالبناء الضوئي طيب ليه بتكون الأوراق رقيقة؟ رقيقة علشان بتسمح هنا إن ضوء الشمس يصل إلى كل أجزاء الورقة وأيضا تمكنها من القيام بعملية البناء الضوئي ننتقل بقى دلوقتي إلى مجموعة من التمرين اللي موجودة معانا وبنستدعي فيها مهارة الملاحظة الهدف من هذا التمرين إن أجد الأشياء المتشبهة والمختلفة ما بين أوراق النباتات يكفي هنا عندي إن يكون عندي نوعين مختلفين من أوراق النبات زي ما احنا شايفين معايا أي أوراق ممكن تكون متوفرة في حديقة المنزل أو حتى في الخضروات الورقية اللي موجودة معانا في البيت هنا مثلا اخترت مثال لهذه الأوراق تعالوا نشوف مع بعض أوجه الشبه يعني الأشياء المتشبهة بين الورقتين طبعا دي موجودة لنبات وهذه لنبات مختلف تماما أول شيء متشابه ما بينهم أيوة أكيد طبعا اللون الأخضر كلا هما أخضر اللون أما الأمر الثاني المتشابه ما بينهم إن بيكون كلا هما به عروق العروق هو الجزء القاسي أو الصلب قليلا اللي موجود فيه منتصف الورقة اللي احنا شايفينه هنا طبعا ده بيعطي الورقة النبات بعض الدعامة من خلال هذه العروق واجه الشبه الثالث بنجد إن كلا هما مسطح يعني هذه ورقة مسطحة مش من ثانية كده أو مثلا شكلها غير منتظم لا بجد إن كلا هما مسطح وأجد بعد كده أنا من خلال ملاحظتي أنا هنا ذكرت ثلاث أوجه شبه أنت ممكن تبحث عن العديد من أوجه الشبه الأخرى وممكن تذكرها لي في التعليقات أسفل الفيديو لو خلصنا من أوجه الشبه تعالوا نشوف أوجه الاختلاف بين الورقتين وعلشان تكون تجربتي عادلة والملاحظات اللي أقوم بيها تكون منضبطة لازم يكون عندي نفس الورقتين ما جيبش ورقتين مختلفين لنباتات أخرى وتعالوا دلوقتي نشوف أوجه الاختلاف بين هذه الأوراق لو دققنا النظر هنا في حافة الورقة حافة الورقة هو الجزء اللي موجود اللي بيه هنا عندي حسب المؤشر حافة الورقة بجد إنها مختلفة هنا بجدها مسننة وهنا بجدها مستوية زي ما احنا شايفين الاختلاف الآخر اللي أنا لاحظته شكل الورقة يعني فعلا هنا كلهما لونه أخضر وكلهما عريض ومسطح لكن شكل الورقة به بعض الاختلاف يعني مثلا بجد إن هنا بجد إن فيه ورقة واخدى شكل القلب أكثر واجد إن في الورقة الأخرى الشكل بيكون مختلف وهكذا شكل الورقة بيختلف من نوع نبات إلى آخر وجه الاختلاف الثالث والأخير شكل العروق إحنا متفقين إن فيه دايما عرق وسطي موجود في منتصف الورقة إنما شكل العروق وبعد كده وتفرعتها بيختلف من ورقة إلى أخرى دي كانت فكرة التمرين اللي اعتمدنا فيها على استدعاء مهارة القيام بالملاحظات الدقيقة تعالوا نشوف دلوقتي ورقة العمل الخاصة بموضوعنا أعضاء النبات أنا هنا عندي صورة لنبات كامل وطبعا هنا درست أعضاء النبات اللي احنا درسناها في اللحظات السابقة وهنا عندي مجموعة من الوظائف الخاصة بكل عضو كل اللي علي إن هنا بدرج الوظيفة الخاصة بالعضو المناسب لها ممكن أجد إن في عضو لي أكثر من وظيفة لا بأس ما فيش مشكلة ممكن هنا أقبل أكثر من وظيفة هنبدأ من أسفل النبات تحت سطح الطربة وهو طبعا الجزر الجزر إيه وظفته إحنا درسناها؟ أول حاجة عندي امتصاص الماء وإيه كمان؟ قلنا إن هو بيثبت النبات أسفل الطربة زي ما احنا شايفين فعلا امتصاص النبات وتثبيته فيه الطربة بعد كده نأخذ الجزء الذي يليه وهو الساق الساق قلنا إن هو بيحمل الأوراق والأزهار بعد كده هناخد الأوراق وقلنا إن هي بتقوم بعملية البناء الضوئي يعني بتنتص الطاقة من ضوء الشمس وده اللي بيخليها تصنع الغذاء يبقى عندها وظفتين امتصاص الطاقة من ضوء الشمس وصنع الغذاء وأخيرا عندي هنا آخر جزء هو الأزهار اللي احنا قلنا عليه العضو المسؤول عن تكاثر النبات وده اللي هنبدأ به حلقتنا الجاية إن شاء الله اللي هو موضوع الأزهار وبترك ليك رابط الحلقة الجاية إن شاء الله في صندوق الوصف أتمنى نكون استمتعنا بدراستنا لموضوع عضاء النبات وإن شاء الله أشوفكم في الحلقة الجاية أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته